انا بحكي لك القصة الفالي الفالي وحسب التعريف العلمي هم مجموعة من اقطاعين الشوارع اللي بياخدوا سيارتك وفقية الارتين وبعضوك بدأ لها كرت مكتوب عليه اذا السيارة انسرقت احنا مناش دخل بلشت قصة الفالي من لما الانسان بلش يكتشف البطالة والبرجوازية والكسل بلشت القصة بنص القر الرابع عشر لما صارت ركبة الاحصان عند الناس زي السلام عليكم بهديك الفترة طلع مفهوم الفالي والفالي معناه الخادم الشخصي وكان عبارة عن انه زلمي معه مصاري بوظف زلمي معوش مصاري ويجيب له حصان عشان يلحقوا فيه لما يروح على مشاوير مهمة وبس يوصلوا الشاب الفالي بصف حصانه وحصانه معلمه بالاستابل لانه معلمه طابل وبدوش يمشي من الاستابل للقصر المهم ظل الوضع هيك عبل ما اخترعوا الجماعة العربية المربعة اللي بتجرها خيول وصار الشوفير نفسه هو الفالي بوصل الجماعة وبصف يستناهم وسنين اجت وسنين راحت والانسان اتطور وكسلوا اتطور معو واجت السيارات واجت معها الخير بالبداية كان كل اللي بيسوقوا بالعالم خمس ستة وكلهم عندهم سيارات فما كان في داعي لا لمصفات ولا لفالي يا دوب كان فيه شوارع اصلا بسنة 1930 اتأسست اول شركة فالي بالعالم بامريكا هاي الشركة كانت خدمة للناس الاغنية وما بتيجي غير عالطلاب عشان تنظم الموضوع تنظيم يعني مثلا ابو جورج عنده حفلة بالقصر تبعه وبدو كل اشي يكون متكتك وماشي على الليبرا فبلاش للضيوف يفضحوا ويحكوا عنه فباختصر الشر وبرفع تليفون عالشركة وبقولهم هاتوا الشباب وتعالوا بيضوجه والشركة بتقوله ابشر وبتستلم الموضوع كله بتاخذ السيارات تاعت للضيوف وبتصفها بالكراج تبع ابو جورج وبس يجو بدهم يروحوا ويجيبوا لهم اياها وبياخدوا التب اشي مائل وداعي بس رزق الهبل عالاغنية ومش الوقت وبلشت المودن تكبر والسيارات تكتر وصار الفليه خدمة لباقي الشعب مش بس للاغنية وسياراتهم وصرت تلاقي الفليه بكل مكان في المستشفيات بالجامعات بالمطاعم بالمولات عباب الشركة وحتى بالدار انت بترمي الحفاية بنص الممر وامك بتسلخ فردة عليك والتاني بتصفها على اليمين وزينا زي غيرنا الفليه بلش بالاماكن الفخمة من مطاعم وفنادق وكان خدمة من المكان عشان يحسسك انك مهم وبعدين بلش وباء الفليه ينتشر ويصير بكل شارع بعمان انا بصفلك السيارة وانت بتعطيني الليرة والليرة بطلة تتوفي وصارت ليرتين غير التب والاضرار الجانبية والنظر الغريب اللي بيعطيك اياها مع الزمن الفليه صار يتطور وصار معاه خدمة اضافية مثل انه يغسلك سيارتك وصار يعتبر مقياس النجاح يعني الفليه هو اللي بقرر مستواك الاجتماعي حسب وين بصفلك السيارة اذا صفلك اياها قدام المحل اعرف انه مستواك الاجتماعي عالي اذا قعد ثلاث ساعات يدور لك ع السيارة عبين ما يجيبها اعرف انك اخلاقك عالية وصبور يعني الله بعين الله بعين وبمصر انتقل الفليه لمفهوم جديد اللي هو السايس والسايس عبارة عن بني آدم نزل الشارع وقرر انه هاي المساحة له هو اللي بحرس السيارات اللي بتصفيها وشغلته ابدا مش صف السيارة وجيبها والقرفات لا صار بس اللهم بيقشر لك على مكان الصفة او بيدل الناس كيف تصف غلط يعني عادي يحكي لك ارجع عبين ما تسمع صوت بس يا باشا كذة تمام او ممكن يقشر لك وهو غرفان بلغة الاشارة بدون ولا كلمة ويعصب عليك انك مش فاهم عليه اصلا واذا صفيت وما اعطيته فلوس عادي ترجع وما تلاقي لعجاله بس تسأل وين لعجال بيقولك زهقوا ومشيوا من هنا يا باشا معلش بالاخير انا بحسن على الشباب اللي رسبوا الف مره بفحص لسواقا من تحت راس الصفة عشان بالاخير يصفوها فيلي سلام اشتركوا في القناة